وفي خطوات استعادة ثقة الناس بأداء المؤسسات الحكومية كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل عن التوجه لرفع مستوى إنتاج الطاقة إلى 28 ألف ميجاوات في الصيف المقبلة بعد النجاح بإدامة وصيانة الوحدات الانتاجية لرفع القدرات وتحقيق الاستقرارية المحا إلى تحقيق نتائج إيجابية بالتعاقد مع شركتي جنرال ألكتريك وسيمينز هذا الصيف من خلال صيانة وحدات إنتاجية بطاقة 17 ألف ميجاوات فيما ستضيف مشاريع الدورات المركبة 400 ميجاوات بحلول نهاية العام الحالية وقال إن توريد الغاز من تركمانستان سيكون بمعدل مليون متر مكعب وسيبدأ في الصيف مشيرا إلى تحقيق نسبة إنجاز عالية بخطوط النقل الخاصة بالربط الخليجي ترجمة نانسي قنقر